اشتركوا في القناة وقدت برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية دعا المجلس إلى اقتنام ما تبقى من هذا الشهر الفضيل للتقرب إلى الله تعالى بالدعاء والعبادة وقراءة القرآن الكريم وفي سياق آخر ثمن المجلس أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بافتتاح وترميم وتأهيل 30 مسجدا تابعا لإدارة الأوقافة السندية والجعفرية في كافة محافظات مملكة البحرين وذلك في إطار خطة تطوير الجوامع والمساجد معربا عن اعتزازه وتقديره العميقين لما تحظى به دور العبادة من رعاية ودعم متواصلين من قبل الحكومة إلى ذلك استنكر المجلس قيام قوات الشرطة الإسرائيلية باقتحام باحات المسجد الأقصى الشريف والاعتداء على المصلين ما يعد انتهاكا صارخا لحرمة المقدسات الدينية وحرمة الشهر الفضيل شكرا